بالرغم من إنشاء مجلس قومي لرعاية مصابي وشهداء الثورة إلا أن الكلام عمتاً في الصحافة أو في الإعلام أو حتى بين الناس أو حتى بين مصابي الثورة وأهليهم هو عن المشاكل اللي بيواجهها والإخفاقات اللي بيواجهها وعدد تحقيقه للأهداف المرجوة منه أكتر من إنجازاته واللي مثلاً من ضمنها يمكن أخيراً هو رابطة مصابي 25 يناير هي أحد الروابط الفعالة في ملف المصابين أصدرت بيان بيتوجهوا بيها على طول وشارة كده للرئيس محمد مرسي بيطلبوا فيه إن هو يرجع يفتكرهم يرجع يلتفت إليهم تاني يرجع يكون فيه اهتمام تاني بالملف الدوات لأن هم شايفين ومش بس شايفين معاهم ما يثبت وما يقر إن فيه مشاكل كتيرة جداً وإن لم يتم تعودهم بالشكل المناسب فيه مشاكل كتيرة جداً علاجية ومشاكل كتيرة تانية أكتر هنعرف أكتر إيه هي لوعية هذه المشاكل ولماذا لم يتم حلها بما إن كان مفروض يكون فيه وزارة وده كان يمكن الكلام والوعود التي وعد بها مصابي وشهداء أو أهالي شهداء 25 يناير خلينا نتكلم أكتر مع أستاذ إيهاب غباشي وهو المنصق العام لرابطة مصابي 25 يناير صباحاً خير صباح النور هلأ أنا في المقدمة معنش طولت شوية بس هل لميت حاجة من المشاكل اللي احنا نتكلم فيها؟ آه إلى حد ما يعني المشاكل بتاعتنا كبيرة جداً وعميقة هو في البداية الدولة تكفلت إنها تكرم لكن فجئنا بعد كده أدبي ومعنوي؟ أدبي ومعنوي أدبي ومادي ومعنوي لكن فجئنا إن الموضوع خرج من مضمونه وخرج من سياقه إن بدأ كبدايات مثلاً إنه يطلب مننا أوراق كراجل عنده شلل كراجل فقد رجله وفقد البصر إنه يلف على النيابة العامة يجيب تقارير ويلف هنا ويروح هنا ويجي من هنا يلف في مصر كلها عشان يجيب ورقة شؤون البروكاتية اللي كان بيواجهه أي حتى أيام كان نفس كوي مسمحها أيام شهداء 73 وأهليهم ومصابين الله يفتح يعني هي الموضوع الأهدو اللي حتى إحنا تولدنا وكبرنا وهم رسا بيضوروا آه فموضوع التكريم يعني ما عادش في حاجة اسمها تكريم دلوقتي إحنا بنطلب بأبسط حقوقنا كعلاج تكريم أدبي طيب تكريم معنوي مادي لأن فيه أسر كتير فقدت العقل بتاعها وترملت نسائهم وأطفالهم بقوا يتامة طيب خلالة تتكلم بأسادة المشاهدين برضو فاهمين بالزبط الخطوات التي تمت في هذا الموضوع كان فيه وعود أول أو يعني مع الحكومة الدكتور كمال الجنزولي ثم مع الرئيس واخداب هي بدأت مع الدكتور عصام شرف كبداية 6-2011 حلو أوي ثم الجنزولي ثم أخيرا الحكومة الحالية والدكتور الشام أنزيل والرئيس الحالي دكتور محمد مرسي كان الكلام على وزارة تختص فقط بمصابي وشهداء 25 هناير مظبوط لم تحتص لم في عهد الدكتور الجنزولي وعد وفعلا أجرى اتصالات بالعديد من المصابين عشان يتولى الوزارة دي لكن فجئنا أنها تبقى بدون صلاحيات بدون 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 مضمون يعني إيه مضمون مش هي وزارة زي اي وزارة؟ ما هو وزارة لها هداف لها صلاحيات وليك كلمة نفذة وقرات نفذة تقدر تتخذها إنما وزارة مش عارف هتعالج مصابينك إزاي في مستشفات الحكومة اللي هي أساسا بتعالج المواطنين ببداش وصابتنا صابت إلى حد منها ممكن مساعدتها اللي محتاج يسافر يتعالج في الخارج يتعالج في الخارج مثلا مساعدتها اللي محتاج ويبقى هي المزارة دي تعتني بهذه المواضيع وتشوف بقى حاجة الموارد منين وتضبط القصة دي ولا لأ ده لو كانت نية الحكومة صفية هي فعلا تقدر تعمل كده ودول كتير عملت المواضيع دي إنما نية الحكومة كانتش صفية في موضوع السفر للخارج يا شفنا مئات من الرسالة 67 والرسائل من المجلس العسكري أنا بقى عليك فلان وبقى يعني مثلا يعني الأول نقول للدكتور مصعب الشعر حمد الله على السلامة ده واحد من ضمن الناس اللي يعني يا ما غنوا عليه وإحنا هنعالجه وإحنا هنعمله والمجلس العسكري طلع بيان على الفيسبور كانت إيه نوعيت أصابته يا فهند الدكتور مصعب متين طلقة ما بين مطاطي ورش وتشكيلة حلوة كده على الكبرى أسرين يد وهو من الناس اللي خرجت معنا من الأول والناس المحترمة صحيح وطبعا أكرم الشعر وكلنا نفتكر طبعا الخطاب أو الاسبيتش الشهيرة اللي كانت في مجلس الشعب أول جلسة أو تنكي تاني جلسة في مجلس الشعب تقريبا وفجأنا برضو بمجلس الشعب بعد تاني جلسة عملنا لجنة تقصي حقائق طولت أول موضوع لجنة تقصي حقائق معرفش انتهت على إيه لو كانت انتهت على نتيجة ما كانش الدكتور مرسي أول ما مسك عمل لجنة تقصي حقائق جديدة هاي يبقى الوزارة لم تحدث تمام؟ لم تتم والملف تم إرجاؤه لجنة تقصي حقائق ثم لجنة تقصي حقائق للمرة التانية ثم وصلنا للمجلس القومي لشهداء ومصابي خاصة الشعب ما هي صلاحيات ودور هذا المجلس متى بدأ فعله أو عمله بالفعل وإلى أين وصل هو بدأ عمله بالفعل أعتقد في نهايات 2011 أو بداية 2012 كانت بداية درماتيكية جدا جاه دكتورس متعريبا عمر جد قعد أسبوع ومشي هجوم شديد من المصابين لأن في الفترة دي كانت مش مندسة بينصي عسمة ماسك الملف والله هو الفنجري يعني عمله حاجات غريبة دحولوا الملف من ملف اجتماعي خدمي علاجي صحي إلى ملف سياسي من الدرجة الأولى يستفيدوا بيه بالضغط يستفيدوا بتحسين الصورة التحية الشهيرة اللي هو الفنجري لأسر الشهداء يعني دي أكبر حاجة هو عمله لنا وبعد كده قال لنا مدليات وحاجات ومعاشات وكلام ده كله ما شفناهش غير في التصريحات فجه الدكتور عمر جد تقريبا ما استحملش أسبوع جه بعد دي لأن ما كان لناش مقر احنا كنا نفاجأ أنه النهاردة المقر بتاعنا في زمالك أسبوع ده إحنا في حي عبدين أسبوع مش عارف فاني فمثلا لو واحد جاي من أسوان عشان يتعالج عشان يعمل أي خدمة مغلوط بيها المفروض يلف آه يلف في الكاهرة ما هم عضاء المجلس عددهم قد إيه ونوعيتهم في الوضع في الوضع الحال شخص واحد الدكتور حسن صابر هو عضو المجلس الوحيد هو رئيس المجلس هو الكل في الكل هو المعاش فاهمين مع كل شيء يجيب حد ويغيره يجيب حد ويغيره يمشي يعني المجلس تكوى من الشخص قرات فردية بحتة بتصدر من الدكتور حسن صابر مش فاهمين نغزاها ومعناها وعلى أي أساسة أختيبت على دكتور عمر جاد ثم إلى مصارة دكتور حسن صابر حيث كان في حد في النص لا لا على طول من دكتور عمر جاد إلى على أي أساسة أختيبت دكتور حسن صابر ونحن نتكلم في 2012 أو بداية 2012 إحنا نلاتي في شهر 9 2012 يعني إحنا خلاص من خلاص السنة تقريبا أين هي كيونة وضع المجلس وشكله سواء شكله كمركز أو يعني شكله كمكان أو شكله كمجلس يتكون من أعضاء نحو هو الدكتور حسن صابر إحنا كنا نسمع عنه كل خير إنه ساعة في علاج مصابين قبل ما يمسك تمام الموقع بتاعه بشكل فردي يعني آه في عمليات جراحية بخصول إنه دكتور عظام فأعمل العمليات أجرى عمليات جراحية للمصابين فنسمع عنه بالطريقة دي فأول ما مسك في أول يوم مسك فيه كان قاعد مع الدكتور الجنزور إنه نحن قاعدين مستنينه في عيادته الخاصة عشان يعني طالب إننا إنه ندعمه إنه أقف على رجله فما كانش عندنا أدنى مانع إنه القصة دي فوقعنا بعد كده إنه هو بيتكلم إنه هو الهيرو بقى البطل القرارات فردية وأعتقد إنه إحنا أيمانين بصورة عشان ما ضعده معاعدش المفوضي بقى في حاجة اسمها قرار فردي مع أكبر موظف في الدولة في الوقت اللي أنا فيه دلوقتي هو الرئيس مرسي الدكتور مرسي معاه مجلس استشاري ومعاه معاونين يعني خلاص موضوع عن القرار الفردي وإنه هو اللي ياخده بنفسه ومش فهمين هو بياخده إزاي ويطلع في تصريحات غريبة يوم 15-8 على سبيل المثال قال أنا اديت شوعة للمصابين ومبالغ مالية المبالغ المالية السلموها مبارح أول مبارح والشوعة دي ما حدش استدمها أساساً هو طلع في 15-8 قال الكلام ده في اليوم السابق طيب أنا أحب من حالتك يا فندم قبل أن نتكلم عن الرابطة أنا أريد أن أعرف ذلك بالزبط أرقام وإحصائات لو متوفرة عندك اللي هي أرقام بالزبط وإحصائات قال عدد المصابين حالتهم من منهم مين منهم محتاجة لك الخارج مين لأ الكلام ده كله هل عندك إحصائات يعني دقيقة ولا عندك فكرة عامة لا مش دقيقة قوي لأن العداد بتاعاتنا بدأت تقفز كفزات غريبة يعني إحنا كنا 4000 بتزيد أه بتزيد إزاي ما أعرفش دي يسأل فيها الدكتور حص صبر المجلس إنما العداد بتزيد دي حقيقة إحنا وصلنا دلوقتي تقريبا دقين في 8000 مصابين هي كانت الحادثة الأخيرة اللي هي في رفح اللي هي الأمنية ومن قبلها الحوادث اللي هي كانت موجودة وعددهم 30 بورسعيد بورسعيد بتالي منضمش للسندوق فمطلع لهش قرار المجلس الوазر برضو مش منضم لنا يعني أحداث مجلس الوازر طيب المصابين بيزيده إذا لían يعني آخر أحداث قد يعني السنة الفاتت أو أول السنة دي آآآ 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 آآ آآ آآآ آآآ آآ آآآ آآآ آآ آآآ 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 آآ آآآ آآ آآآ آآ آآآ آآآ êسما برسعيد 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 وبتعامل معاملة الأبطال فبيروحوا أنا كنت في وزارة التخطيط والمتابعة عشان نوضع الوظائف فعندهم الأرقام بتاعتنا رقم واحد يعني كم جواب طلع للمصابين فجأت أن الأرقام هناك عندهم 6000 وشوية للمصابين اللي طلعوا لهم جوابات توظيف فعلا طيب فبقل لما سألت كان لها واقع شهيرا مع الدكتور الجنزوري في الفترة دي لما سألت الدكتور صفوة النحاس المساعدين له إزاي أنت بتطلع جواب أحضركم أستاذ شريف مثلا بقول أنا لو جالي أستاذ شريف ده من الدكتور حسن صابر أن يديله جواب وظيفة يديله أنا مش جهة التقييم إذا كان دمصاب ولا لأ يعني لو المجلس بعد الدكتور حسن صابر نرجع نتكلم تاني ونفكر رسادة المشاهدين ما احترانه شديد لشخصه التام وده دوره الشديد أو المهام جدا في علاج المصابين بس في إخوة بيشتغل بالشكل فردي لأن المجلس كل يتكون منه هو شخصيا بس فقط تقريبا وناس بتروحوا بتيجي وموظفين بقى معها بيروحوا بييجوا بيتغيروا ولا يوجد مقر لهذا المجلس لأ معلوم موجود مقر في شرع برسعيد خلاص بقى تقرر في شرع برسعيد آه يعني مش عارفين برضو مقر يعني دوام كانت نزوله تتفرجوا عليه مش يعني أشبه يبقى حالة المجلس عليها علامات استفهام كتيرة جدا بتؤدي إلى عدم فعالياته في تأديها الدور مظبوط طيب دروقتي انتو كان رابطة بقى مصابي 25 يناير من هي هذه رابطة ما تتكونت وإيه هو المعينة نتقدمتو بين الرئيس محمد برسي احنا بدأنا في رابطة مصابيين من 6 2011 مع بداية ما كانت ما الحكومة بدأت تقول أنا اللي هتكفل بالمصابيين كنا الأول شغالين مع المجتمع المدني بفي علاج المصابيين في توفير معه كنا بنعمل أدوار أحسن من الحكومة يعني مثلا لما مصابي عايز يروح المستشفى يتعالج كان في عربية بتيجي تاخده لو فعلا حالته تستدعي ان حد يجي طبعا مع الحكومة انت اللي تروح المستشفى ان شاء الله لو هتموت يعني روح ماشياء أسحف أيا كان الوضع يعني بدأنا بالشكل ده فوجئنا ان المجتمع المدني بدأ يتحطله عراقيل في شغله معنا مع أثبت مجتمع المدني ومع كل اللحط فوجئنا ان هو بدأ يتحطله عراقيل ان هو في التعامل معنا كرابطة كأتلاف كأيا كان يعني الوضع فوجئنا ان بدأ التفرقة بقى اللي كانت حصلت في فترة ما فترة في مصر فرق تسود يضربوا دف ده فأصبح الملف شائك يعني فالربطة الحمد لله مكملة بس احنا وصلنا دلوقتي المرحلة ان احنا بنواصل بعض اسبروا ان شاء الله خير اللي جاي خير وعود كتير الدكتور مرسي بس انتوا مش سكتين انتوا عملتوا بيان رسمي بيان وتوافق عليه جميع انواع المصابين بكافة ايديولوجاتهم البيان ده إعلامي ولا بيان تم توصيله بشكل شخصي او رسمي لسيد الدكتور محمد وصلناه فعلا للدكتور محمد مرسي لان فيه في البيان اشخاص احنا اختار مننا اتنين اكرامي في لجنة التأسية الدستور ورمضة في لجنة تقصي الحقائق اللي اتنين دول بصنع القرار فوصلنا فعلا البيان ده بتاريخ ايه البيان ده وصل اليوم 25 تمانية 2012 تمام هل فيه اي رد فعل حصل من ساعتها اي استجابة رد الفعل ما شاء الله اعلاميا منتشر رد الفعل على مستوى جمهورية مصر العربية كويس لا رد فعل من صاحب الشأن ما تمنوا رد فعل لا يوجد ادنى رد فعل غير من الدكتور حصل صبر اللي هو معطرد على بعض الكلمات في البيان انه شخص غير مؤتمن كانت مدايقاة حتى لما راح لل اللي هي ايه غير مؤتمن غير مؤتمن الامين العام للمجلس القامل اللي رأيت المصابين قال غير مؤتمن لان الوظيفة امانة مش وظيفة وجاهة او هي امانة وخزي وندمة دي عقدتنا ومعرفتنا عن الوظائف طيب فانتو بتقولوا اصلا كمان كرابطة دلوقتي انت بتشتغل كبديل حتى للجهات الرسمية او كتقاعص الجهات الرسمية انتو حتى ما عندكوش موارد تمام فبالتالي انتو حاليا بتكتفوا بالمساعدة المعنوية اللي هي معارش وربنا يسطر ويسهل ان شاء الله وهنا حاول وهناتصل يعني الكلام اللي هو اللي في ايدك تقدر تعمله طيب انا بصراحة اعتقد احنا كأسرة برنامج واعتقد السادة والشهدين كلنا ما عندناش ما عندنفيش حاجة ممكن تتقالم يعني اعتقد احنا دورنا بنعمله احنا نعرض ده اعلميا ولكن ما فيش أسئيات تعليق تعليق لا تعليق هو التعليق ان فيه سنتين مروا في عمر المصاب نفسه او أسرة الشهداء او المفقودين او المعتقلين سقط مننا ضحايا مات من مات ناس ماتت عشان القضية بتاعتنا الوضع يزدد اشتعلن يعني بيسخن وينطفي يعني ماشيين بمبدأ اضغط عشان تعرف تاخد حاجة المفروض الكلام ده ينتهي يعني المفروض ما عادش يعني الضغط يولد الانفجار يعني احنا يعني في مرحلة ضغط دلوقتي ها يبقى لو استمر الضغط ها ينفجر هذا اللي احنا يعني دل دايما مش في مصر يعني اي مشكلة اقطع الطريق علشان حد يسمعك من المسؤولين مش يعني هو لازم معدش خلاص نبدأ بالسياسة جديدة أستاذ إيهاب غباشي منصق عام رابطة مصابي 25 يناير مش قادر أقول لك منشكرك لأن أعتقد أن حياتك شايف ندى دورك وبتأدي أعتقد أنت أصلا أنت نفسك من مصابي كانت نوعية الإصابة كانت إيه؟ شازية في العين وفي المخ تمام، والعلاج وصل لإيه؟ كان في بعض الشازية بصدرها، لكن يدول لعشان موضوح حساسين شوية على العين دي، مطلوب مثلا أن تسافر، مطلوب حاجة آه، يعني إجراءة عملية دقيقة، ما تكونش بالمشارات والحاجات بالليزر وكلام ده غير متوفر في مصر بالنسبة لعيني أو بالنسبة للمخ طبعا أنت فيش أي حاجة طبعا لسه ولا أي حد ولا أي ولا أوه، بصراحة يعني الحمد لله أن أنا ربنا كرمني وقد رقف على رجل يا ساعد بعض نتمنى أن نكون أمة لا تنسى مصابيها ولا تنسى شهدائها لأن لو هي دي مصر الجديدة، يبقى إحنا مش مصر الجديدة فاصل رح نرجع تاني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة